يعني فلا الدنيا تبقى وممكن الأسعار حتى لو قربت على فكرة احنا أغلى من السعودية و بلس هم يكلم في الموضوع ده حولي 700 جنيه فرق بالضبط أغلى 700 جنيه ده اللي أنا عايز أقوله ده ليه بقى لأنه هو بيصعر يعني تاجر الدهب بيصعر على كام الدولار بيصعره على أربعينات لا مش موضوع بيصعر موضوع عندنا طلبات يعني اللي موجود غير كافي والطلبات بالزيادة لو فتحنا ويمكن الكلام ده أنا قلته قبل كده يعني انت الميا مش موجودة لو فتحنا المحبس شوية وفيه كمية دهب دخلت السوق المحلي هتلاقي الأسعار تهدأ لكن لما تهدأ الدهب مش هينزل على 2000 جنيه أو 200 يعني لأن الدهب عالميا برضو عالي الدهب عالميا يعني الوقية بتلعب في حدود الـ 2000 دولار ومتوقع بنك ساكسو بنك ويو بي اس مع الحروب اللي موجودة والحروب الاقتصادية الموجودة ما بين أمريكا والصين وروسيا إن الدهب ممكن على شهر 6 اللي جاي ده يتخطى 3000 دولار ولو الدهب تخطى 3000 دولار هتلاقيه هنا برضو 3000 هو بس اللي احنا ما بنفتحش فكرة إنه يبقى فيه مش لازم إنه انت تحصل على الدهب كفيزيكال ليه ما بنفكرش إنه سلاتين لساسمار معنا نعم تبقى يبقى فيه أفكار وفيه شركات وفيه شركات موجودة اللي بتشتري الدهب فيزيكال أو بتشتري الدهب ولا بالضبط فده ممكن يحد كتير جدا من الناس اللي موجودة في رأيك اللي برضو الدهب مازال مخزن قيمة الدهب هيزل زيه زي العقار مخزن للقيمة ولكنه لازم إحنا الحاجة بتريتي في الاتخار لو بنكلم في الاستثمار فيه كم كده رشدة سريعة لازم نقولها الحاجة الحاجة ما تعرفش فيها ما تستثمرش فيها ودي مبدأ استثماري واضح عايز حاجة تستثمر في حاجة معاينة تعلم وشوف وروح ولو ما عندكش الخبرات توح ليه ناس متخصصة في الاستثمار عشان ما تخصرش فيه بس الدهب مش محتاج معرفة الدهب مش مفيش حاجة من أيام ستات زمان كانوا بينزلوا يشتروا غويش أو يشتروا نحن بنتكلم على ده مخزن للقيمة وليس استثمار مخزن للقيمة يحافظ على قيمة يحافظ على قيمة فلوسية يحافظ على قيمة فلوسية يحافظ على الاستثمار عندك فوايد كبيرة عايز استثماريها لابد تروح لحد المتخصص في هذا المجال بس بالرقم ده ده استثمار جيد لو هو لقيت ده بيعتبر من أنح لو عايز استثماريه يعني إحنا لو قارننا دلوقتي ما بين معلش خلينا نقارن ما بين وعائينه فيه حطينا فلوسنا في البنك عملنا 120% من 2016 لـ 23 راح منهم 100% ففيه فضل 23% أنا هنا الجنيه الدهب الجميل ده عمل لي 700% عمل لي 700% منهم الدفاليوشن طبعا وليس الدفاليوشن وبس نحن ما نقدرش نستخنع عنها والعقار دايما أنا أحب نادي إن إحنا ننوع تنويع الاستثمار يعني ما نقدرش إن إحنا نستخنع لا البنوك طبعا بتعمل ساب بورت يكفي إن أنا بتديني عائد شهري الدهب مش هيديني عائد شهري وبعدين الدهب ممكن ليه قفزات قوية جدا جدا وساعات يفضل على نفس السعر طول العام يعني من أول السنة الأخيرة ما يتغيرتش غير تغيرتش ده اللي بأكلم عليه ما فيش روشتة استثمارية تصلح فتح القول كلام ده مش مظبوط يعني النهاردة بتيجى حلقة تقولي دي بشوف ناس كتير جدا بتطلع تدي نصائح ولو كشتري دهب هل تعرف زروفي إيه؟ لو بتعرف أنا النهاردة سني كام محتاج الفلوس دي ولا مش محتاجها عندي أولاد ما عنديش أولاد عندي دخل ثابت الفلوس دي قدر استغنع عنها مد تأديه كل دي النهاردة لما بيحسب بورتوفيليو مانجر بتروحي تعودي معاه بيعرف الأول أنت زروفك إيه وبناء على هذه الزروف بكيف لك الوعائل استثماري فإحنا لما تكلمنا على الوعائل استثماري بتاع البنوك ده الوعائل اللي هو الخفيف جدا يعني اللي ما فيش مشكلة لكن فيه استثمارات أخرى تعمل أكتر من 120% طبعا في الجنين مصري كتيرة جدا تعمل أكتر من 120% البورصة النهاردة لو أنت حدرت عندك قليات وبتعرفي شوية في البورصة أو بتروح لسنين دي استثمار أكيد هتعمل أكتر من 120% لو حدريك النهاردة الدهب بس الدهب النهاردة لما يتكلم عليه ما ينفعش النهاردة تكلم على الدهب شور تيرم انفاسمت لازم النهاردة بتتكلم على لونج ديرم انفاسمت لونج تيرم انفاسمت يعني أدي إيه استثمار طويل آمد يعني أدي إيه أستاذ ناجي يعني أنا مثلا لو حد مثلا ينزل يشتري معرفش يعني مينمام فاي في إيرس خمس سنين فيه طب ما أنا لو مزنوعة انزل بي يا فندي ما انت بتكلمي نهاردة احنا بنتكلم نهاردة على السوق في مصر وفيه نهاردة زي ما حدوث تفضل وقال ان في مشكلة عندك في الدولار وفي مشكلة عندك في المعروض لكن لو بنتكلم على الأسواء العالمية وتحركات الدولار عالميا بيطلع وبينزل زيه زي العملات فبالتالي القصة مش قصة النهاردة ان انت عندك في مشكلة في عاملة مشكلة ان الدولار واخد up trend لأ ده ممكن يبقى up trend و down trend احنا بنشوفه بيوصل الفين دولار وبينزل زي الف وتوينمية و الف و سبعمية فده ليه متخصصين وليه ناس اللي أنا عايز اقول ان ما فيش رشدة استثمارية fit for all ماينفعش هذا الكلام النهاردة لو تيجي تقارني يعني انا كنت في احدى الدورات برا وفي الناس اللي بتتكلم على العقار العقار في عشر سنين كدورة منمم من افضل الاستثمارات الموجودة يمكن الدهب هو الاول ومبعد يجي العقار ليه عشر سنين عشان يحصل دورات بيحصل في العشر سنين لو تقسيها مثلا من 2023 ل2013 شوفي تشاء اللي كانت موجودة بكم بقت بكام بقت بكام